أجمل حاجة أنت عاملها وكأنك أريتي فكرتي مشروب الشتويل كنت وعده من أننا نعمل مشروب اللي هو حمص الشام أما لقيتها عاملها قلت خلاص بقى من حققها هتعامله يعني مفيهش كله يعني مش حكرة على حد ولكن بصراحة لقيت نفس المكونات اللي أنا هعملها يعني مفيهش إضافة غير لنا كنت حضيف له بس شوية شطة صغنانية ما هو الشطة أنا خليها في التقديم علشان بقى لو في حد أطفال أو حدا ما في حد بش الشطة يبقى برحت وبعدين يا كتباء بالكتابة الدرجة يعني حمص الشام عندنا مشهور باسم حلبسة حلبسة صح يا مجدي؟ لا درجة بصراحة حاولت أن أنا أعرف الحلبسة دي ليه بس ما معرفتش أوصل أنا برضو نفس أعرف سمبوها حلبسة ليه ما معرفتش أوصل بصراحة ليه حلبسة؟ لو إحنا مشاهدين الكرام لو يعرفوا أصل كلمة الحلبسة اللي هي على حمص الشام جات منين يكلمونا على 0-2-3-8-3-5-8-7-9 سريعا منتظرين طيب تفضلت؟ نيش هقول المهدير حمص الشام أو الحلبسة ربع كيلو حمص صمر بصل صمر التماطم ثلاث فصوص طوم لمونة شرايخ معلقة صغيرة كامون ومعلقة صغيرة ملح بس طبعا أنا أحب إن لو الملح يبقى بعد ما تاخد غلوة لشان الملح بيقلل التسويق يعني فلما تبقى خلاص قربت إن هي تستوي نحط بقى الملح علشان يعني ما ياخدش وقت يعني إحنا عندنا نص كيلو أو ربع كيلو من حمص الشام ربع كيلو ده ربع كيلو؟ ده ربع كيلو؟ آه ربع ما شاء الله أنا فوجئت يا جماعة إن الحمص بيقلو بيقسوه بالملي تعلم؟ آه في حمص بيبقى كبير كده وفي حمص أصغر وفي حمص أصغر وفي حمص أصغر فأنا فوجئت إن هو بيتباع سعره حسب بقياس الملي ده قريب قوي عرفت القصة دي والله وأنا عرفت برضو حاجات كتير عن حمص الشام نعم طيب إنه هو بصراحة هو بس مش مش مشروب بيدفي وبيدي يعني طاقة لأ كمان عملوا دراسة في لندن عن عن فوائد الحلبسة فلاقوا إن في كذا فايدة أولاً فايدته إنه هو بيقم من الإصابة بمرض السرطان تاني حاجة إنه هو بي مفيد جداً للبشرة نعم ده للسيدات ده طبعاً وبيمنع وبيمنع ظهور التجعيد فإحنا كل يوم بقى حلقة نسرب حمص يا حمص أنا خلاص الواحد في المرحلة الأخيرة زينا وبيخفت في الألام يعني لو عندك ألام وخصوصاً ألام الظهر ده الحمص لو عندك ألام في ظهر لا المشروب نفسه ولا الحمص نفسه يعني لقوا في الحمص نفسه الحمص الشام اللي هو المسلوق ده طيب إحنا عشان بس نشتغل إحنا هنحط طبعاً إحنا إذنها غلوة الحمص طبعاً من البيع وخد غلوة تقريباً نص ساعة على النار وده شكله بس شايفينه ربع كيلو كويس يعني الربع كيلو ده يعمل كام كوباية يعملوا بتاع خمس كوبايات كده من اللي إحنا بنشتريهم مش عارب بكام انت تعرفي الأسعار دلوقتي بايت كام؟ أسعار حمص الشام لا بسرحة مع الكوباية دي لا بسرحة ما يعني ما خرجتش مرة رايب قوي مع جوز حضرتك كده على الكورنيش ولا كان زمان أعمل خطوبة بقى وكده لا خلاص 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 لا وإنما بتخبطنيش الله يخليك لا مبقاش لازم دلوقتي تخرجوا تاني على الكورنيش زي زمان وكده ولا الولاد بقى لا لا مفيش مانع نبقى ناخدهم بسرحة تقريبا دلوقتي إحنا بقينا نخرج مع الولاد والأزواج بقى هما بيخرجوا على حس الولاد تخيالي لا إحنا والولاد اللي بنخرج والأزواج مش موجودين آه ربنا آه في شغلهم يعني أكيد طيب إحنا مش عايزين نتنعمل منغصات عائلية عشان بس منزعاش الناس دلوقتي همحط هو بعد ما يتسلقش سلقة احنا حطناها قبل الهوى طبعا على الضرب خلي بالك سخمة آه شوية عايزة تزاودي مية ممكن آه شوية مية مية سخمة وطبعا ما نحطش مية بردة يعني لو نقص ما نحطش مية بردة علشان ممكن القشرة تفصل عن عن الحمص نفسه هنحط معيها طماطمية متقطع أربعة تربع أنا بحبش أقطعه شرايح يعني ما بحبش حاجات سغنانة في الحمص بالزيت والبصل برضو هقطعه أربعة تربع اللمون هحطه سلايس زي ما هو كده عشان يدي الطعم ممكن سكينة ممكن سكينة حاط يعني هقطع هشرت بس الطم عشان الروايح اللي جواه تطلع آه وكمان بيدي طعم حالو فأنا مش هقطعه هقطعه كده يعني مش هفرومه يعني هي مش هتفرومه هي هتحط الطم صحيح بس مفتوح من جواه عشان الريح هتطلع أسرع يعني شايفين وبعدين الصالصة آه معلقة صالصة كبيرة بس علشان تزيقه اللون اللي احنا طبعا الكمية طبعا بتزيد لو احنا نزودنا الكمية كل ده على ربع كيلو حمص آه طيب ده كده المشروب بتاعنا أو حمص الشام اللي احنا بنشتريه ده انا هحكيلكو على طرفة حصلتلي على حمص الشام ده زمان زمان آه هحكيلكو الله يحصل 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 طيب حا ممكن المشروب لو سمحت لا تدخلش لو سمحت طيب حلغت ده ونسيبه بقى يتسلي مع بعض وكده تقليبا يخد ربع ساعة تلت ساعة كمان لان احنا بسوينا الحمص